موسيقى السلام عليكم معكم السيدالي حازم منير حلقتنا النهاردة عن أسباب ضعف الانتصاب وطرق العلاج عادة بيكون ضعف الانتصاب بسبب أحد الأسباب الثلاثة الآتية رقم واحد تلف الأعصاب أو الأوعية الدموية رقم اثنين نقص هرمون الذكورة رقم ثلاثة بعض الأدوية من الممكن أن تسبب ضعف الانتصاب مثل بعض أدوية الضغط والأدوية النفسية طب ايه سبب تلف الأعصاب والأوعية الدموية ده بيكون بسبب ارتفاع الضغط لفترات طويلة أو ارتفاع السكر أو ارتفاع الكوليستيرول وأحيانا بيكون بسبب التدخين أو نتيجة حادث أدى إلى تلف الأعصاب في المنطقة التناسلية تعالوا بقى نشوف العلاج والعلاج هنا بقسمه لشقين علاج غير دوائي يعني مش باخد فيه أدوية وعلاج دوائي بنستخدم العلاج غير الدوائي ولو ما حصلش تحسن أو النتيجة المرجوة بنستخدم إلى جانبه العلاج الدوائي العلاج الغير دوائي بيكون رقم واحد نحاول نحافظ على مستوى السكر الطبيعي في الدم بحيث يكون مستوى السكر قبل الفطار من سبعين إلى مية وبعد الأكل يكون أقل من مية واربعين أما لو كان الشخص ده مريض سكر بالفعل فهنا بنحاول نحافظ على أن يكون مستوى السكر قبل الفطار ما بين تمانين إلى مية وتلاتين وبعد الأكل بساعتين أقل من مية وتمانين وكنا عملنا حلقة مخصوص أو حلقتين على مستوى السكر سواء للشخص الطبيعي أو للمريض هتلاقيهم مع وصف الفيديو في التعليقات إلا على الفيديو رقم اثنين المحافظة على مستوى الطبيعي للضغط بحيث يكون مية وعشرين على تمانين أما لو كان مريض سكر وضغط فبنسمح أن يكون مستوى الضغط مية وتلاتين على تمانين رقم ثلاثة المحافظة على مستوى الكوليسترول عن طريق تقليل تناول الدهون وتناول الحبوب الخافضة للكوليسترول لو لزم الأمر رقم أربعة الامتناع عن التدخين وأخيرا رقم خمسة إنقاص الوزن لو كان المريض بيعاني من السمنة أو زيادة الوزن تعالوا بقى نشوف العلاج الدوائي اللي هنلجأ له في حالة أن العلاج الغير دوائي كان غير كافي والعلاج الدوائي بيكون على حسب السبب اللي أدى إلى ضعف الانتصاب فلو كان السبب تلف في الأعصاب أو الأوعية الدموية نتيجة مرض الضغط أو السكر أو الكوليسترول وخلافه فهنا بننصح المريض باستخدام حبوب الفياجرا أو السيالس أو الليفيترا وعادة بيتم تناول الحبوب ديت قبل الجماع بساعة وعايزك تعرف أن حبوب الفياجرا والليفيترا مفعولها بيوصل إلى 8 ساعات يعني تستطيع ممارسة الجماع خلال هذه الفترة أما حبوب السيالس فمفعولها بيصل إلى 36 ساعة ولذلك بنسميها دايما حبوب الويك اند أو العطلة الإسبوعية لأنك لو أخدت مثلا الحبوب يوم الخميس ومارست الجماع وحبيت مارس الجماع مرة أخرى يوم الجمعة فأنت مش بحاجة أن أنت تاخد حباية أخرى لأن مفعولها لسه مستمر في الدم ولكن لازم نعرف أن الحبوب ديت لها موانع استعمال كتيرة وأعراض جانبية وبتتعارض مع أدوية القلب لذلك ما ناخدهاش من تلقاء نفسنا ويجب استشارة الطبيب أولا طب لو كان بقى السبب مش مشكلة في الأوعية الدموية ولا تلف في الأعصاب ولكن كان السبب نقص فيه هرمون الذكورة فهنا الطبيب بيوصف لزقات أو جل أو حؤن بترفع من مستوى هرمون الذكورة وحب أقولك لو كان السبب نقص هرمون الذكورة فهنا حبوب الفياجرا وخلافها هتكون غير فعالة أما لو كان السبب إن المريض بيتناول أدوية بتؤدي إلى ضعف الانتصاب مثل أدوية الضغط والأدوية النفسية فهنا لازم المريض يرجع الطبيب عشان يغير الأدوية دي إلى أدوية أخرى لا تسبب ضعف الانتصاب وهنا بتكون الحلقة بتاعتنا خلصت ما تنساش بقى تعمل شير للحلقة وتنشر الوعي وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يصل لك كل ما هو جديد كان معكم الصيداني حازمونير بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته